اشتركوا في القناة ملك مملكة البحرين المفدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه لمن دواعي بالغ سرورنا نعرب لجلالتكم عن أسمى الآيات التهاني والتبركات بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي السادس عشر والسبع عشر من شهر ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 ميلادية والذكرى الرابعة والأربعين لانضمامها إلى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى السادسة عشرة لتسلم جلالتكم حفظكم الله ورعاكم مقاليد الحكم في البلاد وتأتي هذه المناسبة الوطنية المجيدة هذا العام وقد خطت مملكة البحرين خطوات كبيرة على طريق التقدم والتنمية المستدامة وتحقيق طموحات شعبكم الوفي المحب لجلالتكم ندعو الله عز وجل يحفظكم ويرعاكم ويسبغ عليكم موفور الصحة والسعادة ويبارك خطاكم في كل ما تسعون إليه من خير ونهضة لوطننا العزيز والله يحفظكم على الدوام سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء وقد بعث صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله رعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر هذا نصها صاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله رئيس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل الاعتزاز تلقينا برقية سموكم المهنئة لنا بمناسبة احتفالاتنا بذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 وذكرى الرابعة والأربعين لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى السادسة عشرة لتسلمنا مقاليد الحكم والذكرى الأولى ليوم الشهيد الذي يكرس لمملكتنا شرف التضحية والبذل في سبيل الوطن وعزته وكرامته وسبيل أمتنا العربية وقضاياها العادلة نحتفل بهذه الأيام وقد حققت مملكتنا العزيزة خطوات واسعة في طريق التنمية والديمقراطية وإننا نود أن نشكر سموكم العزيز على تهنئتكم وأكدين دور سموكم فيما أنجزته مملكتنا العزيزة وقد كان لحكمة سموكم وخبرتكم العميقة الدور البارز فيما نذهب إليه من التفاعل مع المستقبل بإذن الله حفظ الله سموكم ورعاكم وتم عليكم نعمة العافية حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر شكرا